كتل أحد عشر مدنيا على الأقل في أحياء سكنية في مدينة تعز جنوب شرقي اليمن جراء تعرضها لقصف كثيف مصدره المتمردون الحوثيون الذين يحاصرون المدينة وأوضح المسؤول في الخدمات الصحية في المدينة هاشم الصوفي أن هؤلاء المدنيين قضوا في قصف بالمدفعية طول أحياءهم من جانب ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بحسب تعبيره ولفت الصوفي أيضا إلى مقتل ثمانية وعشرين متمردا في مواجهات مع القوات الموالية للحكومة أو في غارات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية وأسفر النزاع في اليمن عن نحو خمسة ألاف قتيل وأكثر من خمسة وعشرين ألف جريح بحسب تقديرات الأمم المتحدة